ما هي؟ أين توجد؟ هل لها فروع؟ متى أنشئت ومتى بدأت؟ الندوة هي عضو المنظمات غير الحكومية في هيئة الأمم المتحدة مقرها الرئيس في مدينة الرياض ولها تدير عملها من خلال 45 مكتبا في العالم هناك حجام ربما مستوات متعددة لهذه المكاتب بعضها كبرى كمكتب الندوة في واشنطن مثلا ومكتب الندوة في لندن ومكتب الندوة في اليابان وبعضها متوسط وبعضها صغير لكنها تدير العمل ضمن منظومة واحدة وهي منظمة متخصصة في رعاية الشباب المسلم في جميع أنحاء العالم نسعى لإعداد الشاب المسلم إعدادا يمكنه من أن يكون عنصرا فاعلا وإيجابيا في مجتمعه وفي وطنه وكذلك على مستوى أمته بحيث يكون قادرا على أن يعيش عصره وهو يمتلك الأدوات اللازمة ليكون شابا ناجحا طبعا أعتقد خلال الفترة الماضية وفقت الندوة والحمد خلال مسيرتها الطويلة والحمد في تخريج أعداد كبيرة من الطلاب من خلال البرامج وتعدد منها المنح الطلابية منها البعثات الداخلية والخارجية ونجد والحمد نتيجة هذه البرامج الآن لدينا قوائم الحقيقة بأسماء وزراء وسوفراء كلهم نتاج الندوة والحمد وأعضاء برلمانات في بلدانهم هناك منهم من هو محامي وهناك القانوني هناك الخبير الإعلامي هناك المتخص في العلاقات الدولية وكلهم يأدون أدوار مهمة جدا لصالح بلدانهم وكذلك يعيشون أهم الأمة أيضا من ناحية أخرى نريد من هؤلاء الشباب بما أنهم قدمت له الأسباب وأدوات النجاح العملية من ناحية العقدية ومن ناحية المهنية وكذلك من ناحية أيضا الإعداد النفسي لكن نريد منهم أيضا أن يعيشوا هموم أمتهم ويحملوا هذه المهم ويعيشوا ألامها ويعملوا على رفعتها ونهضتها طبعا دكتور الندوة لها أعمال جليلة ولها مشاريع كثيرة وربما الوقت لا يستوعب للإطلالة والإحاطة بهذه المشاريع المتعددة التي خدمت العالم الإسلامي وتحديدا الشباب الإسلامي ولكن في موضوعنا هذه الليلة الذي خصصناه للمبادرة الجميلة والرائعة والمميزة والمثيرة للاهتمام مبادرة الندوة لأن تكون دائما موجودة في هكذا ملتقيات عالمية وأيضا شبابية ورياضية تعديدا نود أن نطلع سادة المشاهدين على متى بدأت هذه الفكرة فكرة أن تكونوا موجودين في هذه المسابقات العالمية بدأت الفكرة مبكرا منذ عام 1998 تقريبا في كأس العالم في فرنسا طبعا البدايات ربما كانت متواضعة ثم تراكمت خبرات الندوة مع الوقت واستطعت والله الحمد خلال المونديلات الأخيرة أن تقدم برامج مخطط لها بشكل جيد ونفذت بشكل جيد بالتعاون مع الأجهزة الرسمية في تلك البلدان طبعا أنتم بداية الفكرة نشأت من الرياض هنا نشأت من الرياض نعم ثم تم التنسيق مع المكاتب الفروع الندوة مثلا في باريس في بداية أو ما عندكم فرع في باريس الفرع لندن يدير مطقة أوروبا جميل فكان هو مشتركة حياة فيها على المناسبة مكتب لندن طالما ورد ذكره أيضا دار بكفاءة في الصيف الماضي الألعاب الأولمبية في لندن ما شاء الله وكان لها نتائج جدا طيب جميل طيب بدأتم الفكرة وبدأتم بتطوير هذه الفكرة عاما أو لنقل موسما بعد موسم ما هي الآليات التي استخدمتمها في تنفيذ هذه الفكرة الآن الآليات تنبع من الأهداف التي وضعتك في بداية هذا المشروع المشروع هو فرع حقيقة ليه مشروع أكبر وهو مشروع التعريف بالإسلام هو مشروع طموح تديره الندوه منذ فترة نستهدف فيها عدة أهداف الحدف الأول توجيه طاقات الشباب لأعمال إيجابية يستطيع فيها أن يعبر عن حبه لدينه ببرامج مفيدة ونافعة فهو في الحقيقة يعني تنفيذ لطاقات الشباب التي لم يجد مثل هذه المسارات الإيجابية قد يخطى وتزل به القدم لتوجهات سيئة وسلبية الهدف طبعا كما يدل عليه اسمه نستهدف أيضا التعريف بالإسلام لمواجهة مشكلتين تحيطان بأبنائنا في الخارج أولا التصرفات المسلمين في كثير من الأحيان تؤثر سلبا على سورة الإسلام نعم ولذلك نجد أنه قد تصبح منفرة في كثير من الأحيان كذلك نعتقد أن يعني جزء من عقيدتنا أن هذا الدين الذي كرمنا الله تعالى به هو رحمة للعالمين وهدايه للبشرية ولذلك نسعى أن نغتنم أي فرصة تسنح لنا لتوصيل هذه الهداية للناس جميل ومن ضمنها طبعا المناسبات كأس العالم ومثيلاتها من المناسبات التي تحظى بحضور جماهيري حاشد وكبير جدا طب الآليات التي استخدمتموها تحديدا يعني هل في قنوات مثلا أو هناك منشورات أو هناك مراكز تقيمونها في قرب الأستاذ الرياضي ما هي الآلية؟ نعم هناك عدة برامج حيقة فرعية لهذا المشروع الرئيس من ضمن الأدوات التي نستخدمها طبعا بعضها تقليدي وبعضها مبتكر جميل المشاريع التقليديها الكتب المعتادة لا زال تلقى رواجعا ونقضونا لذلك كثير من الناس الكتب بعضها المشورات ومطويات صغيرة الحجم خاصة إذا كانت واجبة سهلة ممكن يقرأها للنسان في القطار أو في الطائرة نعم لكن أيضا لم نغفل استخدام أو توظيف التقنية في الدعو هناك أجهزة ذكية هناك تطبيقات أيضا خاصة لمثل هذه المناسبة وجدنا أن بعض التطبيقات يستخدمها غير المسلمين عن طاق واسع على سبيل المثال من ضمن الأفكار المبتكر التي نشأت نتيجة تخطيط سنة ونصف تقريبا ومن خلال عديد من ورشات العمل الابليكيشن من خلال أندرويد ومن أيضا في الأبل ستور على سبيل المثال وتكون مجانية فيها جدول مباريات حلو وأماكنها وبعض المعلومات عنها وجدنا في البرازيل استخدمت عن الانطاق واسع طبعا هذا التطبيق يضم أيضا في ثنيا عنوان لمواقع دعوية بلغات متعددة أيضا من ضمنها تقريت الـ QR هذه عن الانطاق واسع موجودة الحمد لله في المطارات وفي الفنادق يستطيع الزار أن يجري عملية تنزيل داونلود لكثير من الكتب بكميات هائلة جدا في فترها قصيرة هناك جوانب أخرى أيضا ربما بعضها قد يعني يساء فهمها في الوهلة الأولى نوزع بقات من الورود أحيانا على الجماهير وفي مباريات من أرجنتين هل تقابلون استغراب من الجمهور أن يتوزع؟ استغراب وحيانا قد تكون لتهنعة الفريق بالفوز وقد تكون أحيانا لنوع من المواساة طيب الفريق المازوم؟ حيانا لنوع من التعزي أو المواساة لكن هذه البقات أيضا تتضمن عدد من البطاقات فيها معلومات لمواقع إلكترونية وفيها أيضا كما ذكر تقنية كو آر بحيانا يستطيع أن ينزل المواد وهذه تلقى قبولا يعني كثيرا هناك أيضا علب المياه الجو حار جدا الآن في البرازيل وهذه أيضا تجد قبول على نطاق واسع من المشجعين على هذه العلب نذكر بعضا يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في قوة المياه في مسألته هذه لها علاقة هي أيضا كثير من الناشطين في مجال البيئة الخضراء قضية حفاظ على المياه مثلا عندنا لدينا نصوص كثيرة نبوية في هذا الجانب جميل مسألت أيضا حفاظ على الأشجار وغيره هذه تستهوي الكثير ولا على الكثير من من أسلموا كانت البداية وبوابة دخولهم إلى الإسلام كانت من خلال أفكار من هذا القبيل يعني كما ذكرت الناشطين في مجال البيئة الخضراء كان المدخل لكثير من من أسلموا من هذا الباب بعضها من خلال حتى العمارة الإسلامية ولذلك لدينا معرض كبير جدا باستخدام تقنيات الفانوراما للحرمين الشريفين ما شاء الله وننظم يعني زيارات لهذا المعرض من الملاعب مباشرة إلى هذه المعارض أيضا لدينا قمنا باستئجار عدد من الحافلات تنقل الجماهير من الفنادق شكل مجاني شكل مجاني نعم إلى الملاعب جميل خلال هذه المسيرة عشر دقائق أحيانا نصف ساعة تتضمن رسائل دعوية أيضا بوسائلها أو أشكالها المختلفة سؤال دكتور مونير هل قمتم بتغطية جغرافية واسعة لأماكن إقامة المباريات؟ نعرف أن المباريات لا تقام في مكان واحد ربما حيانا تقام في مناطق بعيدة إلا أن تكون دول أخرى لأن البرازيل ممكن ما تهيئت نعم هو حيل تواجد الأكبر في ثلاثة مناطق جميل لكن هناك تواجد على مستوى أقل لدينا تم إتاحة الفرصة لمتطوعين برازيليين مسلمين للمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج بالمناسبة كم أعداد المتطوعين الذين انتحقوا بكم؟ يعني قرابة 80 شابا لكن يشرف عليهم خمسة من الزملاء من هنا يعني سافروا من الأمنة العامة في الرياض دكتور حسن النعمي ودكتور فهيد وزملاء يشرفون على عمل هذه الفرق طبعا أيضا لدينا مكتب رئيس في البرازيل وله دور مهم بالمناسبة في خدمة الجالية المسلمة يعني ربما يذكر مثالا واحدا هو أن هذا المكتب مكتب ندوه في البرازيل أسهم في إجازة قانون وهو سماح للمسلمة بأن تصور في جوازها مثلا أو الهوية الوطنية وهي تلبس الحجاب جميل الآن تشترط الحكومة البرازيلة أن يكون هناك تعريفا لهذه المسلمة من مكتب الندوه في البرازيل لديهم حظور قوي طبعا أيضا والله الحمد تم تنسيق مع وزير الشباب والرياضة في البرازيل بمناسبة هناك صور بس إن شاء الله الأخوان يجاهزوها لها إذا كانت جاهزة إذا كان بالإمكان أن تكون الصور جاهزة الصور الآن جاهزة هذه بعض الصور فيه صور مع وزير شاب الرياضة نسقتم معه في البرازيل كيف كانت الزيارة؟ عادة تبدأ مشاركات الندوة في مناسبة كأس العالم من خلال التصريح الرسمي بداية والتنسيق مع الجهات الرسمية الحكومية فيتم التخاطم مع وزارة الشباب الرياضة من جهة والفيفا من جهة أخرى لإعتماد هذه التصريح لأن هناك إطار قانوني يجب أن يحكم هذه المشاركات فهذا يتم استفاءة بالكامل بشكل مبكر فكانت هناك زيارة لوزير الشباب الرياضة للبرازيل عفونا دكتور هذه صورة اللاعب البرازيلي النجم البرازيلي بيليه أيضا كانت لكم زيارة لبيليه وهو النجم العالمي البرازيلي المعروف حدثنا عن هذه الزيارة نعم تم التواصل مع بيليه حول مشاركة الندوة باعتبار حقيقة الرجل له جماهيرية كبيرة جدا وشابية واسعة في البرازيل لذلك رأينا أن هناك بعض الرموز يجب أن نتواصل معها بداية لتمهيد الطريق لمشاركة فاعلة في المونديال تمت زيارة بيليه حقيقة بالزيارة جميل وتم شرح له طبعا سهل على الندوة كثيرة مشاركاتها السابقة في المونديالات السابقة فحظت الندوة باستقبال حافظ كيف كانت زيارة بيليه؟ حقيقة ما ربما الصورة تظهر كان مريضا ومع ذلك مع مرضه استقبلكم استقبل الأخوة مدير مكتب البرازيل والفريق وتم تبادل بعض المعلومات جميل قدمت له بعض الكتب عن الإسلام أيضا نحرص أيضا على اختيار لاعبين لديهم حد أدنى من الالتزام الخلوقي جميل وبليهم أعروف من هذا النوع أنا أعود للتنسيق مع وزير الشاب الرياضة كيف كان الدعم من قبل الوزارة هناك؟ أهم شيء كان الحصول على التصريح لأنه ليس من السهولة السهولة على الحصول على التصريح لأن هناك نعم برنامج ثقافي عادة وفكر يكون فيه برامج ثقافية موسيقية كذا تقيمها عادة أي دولة يقوم فيها نحن نوظف هذه الفرصة لدعوه إلى الله تعالى حلو زملاء آخرين من منظمات أخرى أو منظمات خيرية إنسانية تعليمية ثقافية أيضا تشارك لكن هناك معايير المشاركة نحن بشكل مبكر نعد لها وهذه الشروط ونحاول أن ننبيها بشكل مبكر وهذا الذي تم معه وزير وزير فيما بعد قدم السئلات كثيرة من ناحية المواقع المناسبة لأن هناك مواقع قريبة من ملاعب وهناك مواقع حيات تكون بعيدة أيضا هناك شاشات كبيرة جدا لمن لم تتح لهم فرصة هل يتوفر بشكل مجاني دكتور؟ نعم الكثير منها مجاني والبعض منها مدفوع الثمن جميل أيضا هناك دعم كان دعما كبيرا من قبل الرئيس العام لعاية الشباب نعم الأمير نواف بن فيصل نعم وأيضا هناك دعم من جهات أخرى لو حدثنا عن هذه الزيارات التي قمتم بها نعم هو تأسيسا على حقيقة هو أن الندوة هي ذراع المملكة الخيري في العالم والكثير من الأبناء المسلمين يحبون المملكة لما يرون من إسهاماتها الخيرية والتنموية في أرجاء العالم من خلال هذا الإطار حظينا بدعم من الرئاسة العامة لرئاة الشباب وكذلك البريد السعودي أيضا المناسبة هو الناقل الرسمي لبرنامج الندوة في كأس العالم هناك كثير من المطبوعات التي تكلف يعني مبالغ ليست يسيرة وفر لكم بريد السعودي ناقل مجاني ناقل مجاني نعم كثير من المطبوعات مثلا معرض الحرمين الشريفين مكلف من ناحية الأدوات الأدوات التقنية تجهيزات البوسترات إلى آخر فمجدد شكرنا للرئاسة العامة لرئاة الشباب والبريد السعودي لإسهاماتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات هذا البرنامج جميل بالنسبة لموضوع اللغات دكتور هل أنتم تقومون بتغطية جميع اللغات لأنه الحدث عالمي وهناك جماهير تأتي من أنحاء العالم وقد تحتاجون إلى فريق كبير جدا لتغطية والوصول لهذه الجماهير كيف فعلتم بالنسبة للكتب معظم اللغات لكن من ناحية الشباب المشاركين ركزنا على أربعة لغات اللغة الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والأسبانية طبعا هناك قيوت في عملية اختيار الشاب يجب أن يكون مزكة من جمعيات واتحادات إسلامية في البرازيل وحيالا تجد المتحدث في اللغة الجنبية لكن لا ترتضي ربما سلوكا معينة أو شيء من هذا في ذلك لا يتم يعني خلاصا هناك بعض القيود فاللغات من ناحية الكتب من ناحية الملفات الإلكترونية الكتب الإلكترونية الأمر فيها سهل وواسع الأمر فيها واسع لكن ما يتعلق بالمتحدثين الذين يقومون بالمحاورة والحديث والمناقشات وغير ذلك هذه لها احتياجات خاصة وشروط خاصة يصعب أن تنطبق على كثير من الشباب طيب بالنسبة لاستخطاب النجوم المسلمين في المنديال هل كان للندوة مشروع أو فكرة أو رؤية لهذا الأمر خاصة أن هؤلاء النجوم معروفهم في نوادي عالمية وعلى نطاق واسع نعم هي تم حصر عدد من اللاعبي بعضهم مشارك ثقافة الرياضية ضحلة الحقيقة أنا ما أدل أنت تشجع مين في المنديال أنا شجع ناديين نادي العروب وهو نادي القلعة في الجو ولم يشارك سوء الحظ في المنديال لا لم يشاركون وإن كان ناديين وليس مدخبين لكن كان هناك محاولات لعدد من المشاهير اللاعبين في المنتخبات لتواصل معهم والإسهام في جزء من البرنامج لكن استضمنا ببعض الترتيبات القانونية بعضهم لا يملك حتى برنامجه الشخصي لأنه مقيد بمدير الفريق والمدرب وغيرهم لذلك اعتدر الكثير من الأسماء لكن هناك أساليب أخرى لاستفاده منهم بعض منهم وافق على الأقل على لقطات له وهو في الملعب بعضهم مثلاً يقوم بحركات عفوية لكنها من نسبة لنا ثمينة جداً في عملية الدعوة لله تعالى نجد مثلاً لاعبين مشاهير بعد تسجيل هدف يقوم بالسجود على سبيل المثال بعضهم يرفع السباب بالتوحيد بعضهم يرفع كفيه شاكراً لله كل هذه الحركات قد تبدو عفوية لكن بالنسبة لنا مادة ثمينة جداً من ناحية الإعلامية للتأثير في الصناعة الإعلامية بشكل عام التي تخدم برنامج الدعوة لله تعالى سواء في برازيل أو في غيرها ما هي الأفكار القادمة في هذا المشروع التي تودون أن يشارككم الجمهور فيها سواء بالدعم أو الموازرة أو حتى هل هناك لديكم مثلاً موقع تستقبلون فيه الأفكار نعم هناك موقع في تويتر أو ممكن الإشارة في كأس العاشتاغ على كأس العالم أو كن داعياً في كأس العالم لعل هذا الهاشتاغ يوصل إلى هذه المواد التي نريد فيها فعلاً ملحوظات جميع من يجد لديه أفكار مبتكرة جديدة ممكن أن تسهم في دفع عملية الدعوة لله تعالى بشكل أفضل طبعاً لا حدود الحيالية هذه الأفكار طالما منضبطها بضابط الشارع وصلتنا أفكار كثيرة بعضها ربما عليها محاذير شرعية تخلينا عنها هل وضعتم معايير مثلاً في موقعكم أو في الهاشتاغ حتى تقوموا بعملية فلترة هذه الأفكار وبالتالي تكون هناك أفكار محصورة نعم هناك يعني هي عمل تقني خلف الكواليس يعني بشكل كبير جداً يتم تجميع هذه الأفكار وفهرساتها وتصنيفها إلى يعني تندرج تحتها ممكن يعني قوال معينة نحتاج إلى العمل عليها في الدعوة والبعض منها نرحب أي فكرة على كل حال حياناً قد تنقدح فكرة جديدة من فكرة أو فكرتين مرفوضتين لكن لو لم يعني نصل إلى هاتين فكرتين لما تولدت هذه الفكرة الجديدة لذلك نرجو من يعني جميع من يحب أن يشارك في أن لا يبخل بأي معلومة وأن لا يعني يحتقر أو يظن أي معلومة غير مفيدة بالعكس هذه الفكار كلها ستكون مفيدة وربما يكتب الله تعالى لك بها أجراً عظيماً وأنت لا تعلم أن هذه الفكرة هي المنجية لك قد تكون في أحوج ما تكون إليها يوم ما هل هناك إحصائيات دكتور بالأثر الذي حققته هذه المبادرة هناك يعني إدارتان في الندوة معنيتان بشكل مباشر بهذا البرنامج الدارة الأولى إدارة الدعوة والدارة الأخرى إدارة الدراسات والبحوث فيما سبق هناك إحصائيات هناك متابعات فيما يتعلق بكأس العالم طبعاً الوقت مبكر لكن عموماً عملية الدعوة المؤشرات الأولية كما يقال المؤشرات جيدة يعني حسب آخر تقرير أسلم تسعة آشاء الله تقرير الأخير آشاء الله لكن المهم بالنسبة لنا ليس يعني هناك شريحة قد تبدو يعني بالنسبة لنا يعني أهم وهي شريحة التي تطيل التأمل وتطيل التفكير وتتواصل بشكل مستمر هؤلاء الحقيقة يعني وجدنا بالتجربة أن إسلامهم أكثر رسوخاً ووجدنا أن أثرهم في بيئاتهم أيضاً أعمق بكثير هؤلاء هم من اللي نحرص بشكل نرحب أي مسلم طبعاً بلا شك ونفرح لذلك لكن هدفكم الأولي هو المحافظة على المسلمين المسلمين لكن أيضاً دعوة غير المسلمين من ناحية أخرى بالمناسبة دكتور الزملاء يحاولون الاتصال بدكتور حسن نعمي رئيس البعثة المنبثقة عن الندوة والتي هي من أرض الحدث في البرازيل ونتمنى أن نتمكن من الاتصال بدكتور حسن حتى ينقل لنا الأجواء هناك تفضل دكتور نعم فهي عملة الدعوة يصعب قياسه ربما ينفض هذا الحدث ونجد أن عدد الذين أسلموا قليل لكن ما هو كاماً وخلف ذلك أعداد غفيرة جداً جداً وهذا أجدنا في المنديلات السابقة كما يقال هي مسألة نسبياً لأن الله رسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر نعم فواحد تنقذه من النار هذا خير كبير جداً نعم أنا شعار في هذا قول النبي عليه الصلاة بل يغى عني ولو آية فالجهود تبذل ونكل نتاج إلى الله تعالى لكن المهم أن لا ندخرة وسعاً في القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى النتائج لأن عملية تغيير قناعات يعني هدم قناعات صحيح توليد قناعات جديدة عملية سهلة ليست شراء كتاب مثلاً أو توفير مطبوعة أو جهاز تغيير العقائد هذه عملية طويلة لو تحتاج إلى صبر ومتابعة مستمرة أيضاً لهذا بصدق دكتور هل كنتم في بداية هذا المشروع تخشون من الفشل؟ نحن نخشى دائماً من عدم تحقيق التوقعات العالية الداعمين والوائدين نعم وضعوا ثقتهم بنا لكن في نفس الوقت نتوكل على الله تعالى ونبذل الأسباب وأعتقد لا بد أن يكون هناك نوع من التحدي نحن نرفع السقف دائماً لكن هناك نوع من التحدي لنا زملائنا الفرق العام لكن نحمد الله تعالى غالباً يعني نعود ونحن نشعب بشيء من الرضا دائماً هناك مساحة للتطوير وللأفضل لكن لم نصل والله الحمد إلى نوع من يعني ربما الإحباط أو شيء من هذا القبيل إطلاقاً بل نرى نتائج ظاهرة للعيان يعني تدفعني إلى بذل المزيد في هذا الاتجاه بإذن الله طبعاً دكتور هذه المبادرة مرت بسنوات طويلة ولو لم تكن ناجحة لما استمرت إلى هذا اليوم ونحن بإذن الله متشوقون لأخباركم الجديدة وعلى ثقة بأنكم ستحققون إن شاء الله في المستقبل الكثير من الإنجازات مبادرة جميلة ومحفى العالمي أنتم في الندوة العالمية للشباب الإسلامي كنتم أحد نجوم هذا المنديال وتحققون أجمل الأهداف ولكم منها دعاء دكتور منير الحميد الأمين العام المساعد للندوة العالمية للشباب الإسلامي شكراً جزيلاً لك شكراً لك صبارك الله فيك موصول لكم أنتم أيها الأحبة على حسن المتابعة نقفل هذه النافذة نأمل بإذن الله أن نفتح نوافذ قادمة في فقرات قادمة ما زالت فقرات الرسالة اليوم موسيقى يحضر إلى عام يأخر عن المتابعة فيه أسوة وقدوة سيئة يحضر بدري للعمل وقال إن شاء الله تعالى أولاً يوم السبت راح أحضر في المتابعة والملائم لابسة ملابسة اشتركوا في القناة